رفض حكومي للدخول في أي حوار مع المجلس الانتقالي قبل أن تنسحب القوات المدعومة من الإمارات من المناطق التي سيطرت عليها في عدن ومناطق جنوبية أخرى في تغريدة الوزارة الخارجية قالت إنها ترحب بالدعوة السعودية لكنها لن تشارك في أي حوار مع الانتقالي إلا بعد الانسحاب من المواقع التي تم الاستيلاء عليها وقالت إن الحكومة بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءة اللازمة وفقا لما يخوله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لضمان إيقاف الدعم الإماراتي للمجلس الانتقالي يأتي هذا الموقف الحكومي بعد وصول وفد الانتقال إلى جدة للمشاركة في الحوار وصل الوفد وبيده ورقة السيطرة العسكرية على العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبيان وملف إسقاط ذات السيناريو على ما تبقى من محافظات لم يكمل سيطرته عليها بعد وبيده الأخرى ملف المساومات والشروط للتراجع خطوة للوراء بعد أن قفز خطوات للأمام وفرض واقعا جديدا ما بين البيانات والمواقف والإدانات الحكومية والدولية وبين تمدد قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على الأرض واقع يفرض وجغرافيا جديدة يعاد ترسيمها على حساب حسار الشرعية التي قوض حضورها والجمهورية التي استهدفت ثوابتها وتقسم جغرافيتها لصالح أدوات الإمارات جنوبا وأدوات إيران شمالا في تطور تولي جديد وملفت على خلفية انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي على الشرعية في عدن وتمدده عسكريا باتجاه المناطق الجنوبية الأخرى طالب مايكل آرون سفير بريطانيا لدى اليمن المجلس الانتقالي بالانضواء تحت الشرعية بقيادة الرئيس هادي والانخراط في الحوار الذي دعت له السعودية المسؤول البريطاني قال إن الشعبية لا تعني الشرعية وأكد أن بلاده والمجتمع الدولي لن يعترف بالمجلس الانتقالي إذا سيطر على الجنوب وخرج عن الشرعية اليمنية مواقف ثابتة للشرعية ودعم دولي متنام لها وعلى الجانب الآخر واقع جديد تحاول الميليشيا المدعومة من الإمارة فرضه على الأرض فإلى أين تمضي القضية اليمنية؟